ما في أطيب من الوصفات يلي بتنعمل بمدة زمنية أصيرة واليوم عملت لكم وصفة بحبوها لكبار والصغر كملوا الفيديو لتشوفوا الطريقة بتانجرة رح أضيف شوية زيت زيتون وأضيف عليهم بصلة مع 2 تومة مفرومين ناعم وأول ما يذب البصل رح أنزل عليهم مكعبات الدجاج وأحركهم مع بعض كتير منيح لحد ما يتغير لون الدجاج ويصير معي بهالشكل وهلأ رح أضيف عليهم البهارات ورح أستخدم مرأة الدجاج البودرة الملح لبهارات المشكلة والكزبر الناشفة بحرك المكونات مع بعض وبعدها بصب عليهم المي وبغطي طنجرة وبترك الدجاج ليستوي تماما وبالنسبة للبطاطا أنا قليت البطاطا نص قلية رح أنزلهم على الدجاج وأضيف عليهم كمان شوية مي وبغطي الطنجرة وبترك الدجاج والبطاطا ليستوي تماما وبألاي رح أضيف شوية زيت زيتون مع 5 تومة مهروسين ناعم رح حطهم على النار وأستمر بتحريكهم وبعدها رح أنزلهم على الخليط وبطف النار وآخر شي رح أضيف عليهم كمية صغيرة من البقتونس أو الكسبرة وهيك بتكون عندكم الأكل جاهزة وأنا قدمتها مع الرز الأبيض وحبيت أقدمها بهاي الطريقة المميزة وفيكم تقدموها بأي طريقة أنتو بتحبوها وعند الأكل لا تنسوا تعصروا عليها الليمون واستمتع بأطيب مرأة دجاج وبطاطا مع الرز وصحتين وألف هنا